كتيرة تحكيها دماخة خفيف بقى يعني ألطف معاكم واحد بن ماركي وصحبته جالوا من الفكر كده والشوق إن يطلعوا يلافلافوا بعض فوقها لمخوفوا يحبوا بعض هم يحبوا بعض فوقها لمخوفوا والباشا طبعا لأنه عمل إنجاز طبعا أنتوا عارفين دي حاجة فيه ناس ما تتعايفش تعملها على الأرض دي رح تطلع عملها فوق الهرم لأنه عمل إنجاز عبقاري طلع خد البيت الموزة طبعا ما تعرفش جابوا نفس منين بعد كده بعد ما طلعوا الهرم وتصوروا فوق طاقت في دماغهم وعملوه ماشي خلال يعني والمنظر فوق يرد الروح وبتاعه حاجات كده قال يعني هتبقى حاجة حلوة مش دا المهم أنا مش واقف عنده أنا بس عايز أبعد ترسالة بسيطة وأقول له يا راجل يعني الأدب دي مقبرة يعني تحب يعمل حد كده على مقبرة والدتك مثلا الهرم دا مقبرة دي منطقة مقدسة إنما برضو ما علينا وهو الواد شال الفيديو بعد كده وشال الصور المهم بقى عندنا هنا السؤال البسيط المهم الناس دي طلعت الهرم ازاي يعني الناس دي عاستخد بالك برضو طلوع الهرم ده ما فيهوش خريطة لازم فيه حد تحت يقولك تطلع ازاي لازم فيه حد تحت قالك تطلع ازاي الهرم ده مش بتطلعه في جوجل جوجل مابس اطلع الحجر التاني أنت الآن في الدور الـ 14 أنت الآن بالقربة مننا مش عارف ايه الآن أنت والمزة فيهو الهرم لا ما فيهوش فيه حد تحت سبق تطلع وفيه حد تحت عارف تطلع ازاي وطبعا استغربت جدا أن الناس اللي تقولك ايه برضو دعايس هي مجيش الدعايس يا حية غير كده يعني مصر ما يتمش الترويج ليها طب من أجره من أجره مفروش قعدة الهرم الليلة بكذا نص الهرم الليلة بكذا قمة الهرم بقى ده زيادة وده حنعمل فيه عشاء وقعدة وحنجيب فيه مرتبة صغيرة بكذا ما نأجره أنا بسأل سؤال مهم لو كانوا اللي طلعوا فوق دول بيعملوا أي حاجة غير الموضوع ده لو كان معهم أي شيء لقدر الله غير الموضوع ده كان إيه الواضح وبعدين إيه تيجي التصريحات يقولك أنت أقولك أنت عارف المنطقة دي فيها كم هرم لا فيها مليون هرم بس هم التلاتة الكبار وبكرة حنيلها واحد فوق أبو الهور ده كلام يا جماعة المنطقة دي من أيام الأستاذ رئيس الوزراء إبراهيم محلب تحتاج إلى إعادة تنظيم ده كنز الهرم ده كل شوية حدثة من حوادث المقلمة دي تحصل بيفكرك أن ده كنز مش لازم يفضل فيه الجمال والمشعارف إيه والتأمين اللي مش جيد مش لازم ده خالص ده لازم يتم تطويره تطوير قوي ما نسيبش الكلام ده خال ما ينفعش الكلام ده خال ما فيش جورنان أجنبي وأمريكاني وإنجليزي غير جايب اسم النبي حرسو والموزة اللي معاه وهم ما فوق الهرم هي دي الدعاية هو ده الشيء اللي يبسطنا ما تحققوا واعرفوا مين اللي طلعهم وبيطلعهم ازاي ومين بيعمل ايه وبكام انتوا عايزين الحق ولا بنعمه الهرم ده ما بيطلعش اللي هو جرب ده الغاية القمة أرجوكم جايز ده يكون نقوص خطر ويقول لنا يا جماعة يا مصريين هذا المكان يجب أن يتم وعلى فكرة أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة أنا مع اعطاء هذا المكان لشركة يابانية تيجي تنظمه وتوضبه وتأمنه وتدينا مبلغ معطوع كل سنة احنا ليه مصرين ان احنا اللي نديره جابانية انجليزية اماراتية